تطوير أداء النواب في ممارسة الوظيفة التشريعية كيفية إعداد ورقات السياسات العامة والتعارف على مختلف مراحلها تجسيد الوظيفة التمثيلية من خلال الاضطلاع بمختلف المهام والوظائف المنوطة بالعهدة البرلمانية هو ما تهدف إليه المؤسسة التشريعية من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة النواب البرلمان يتشكل من مختلف شرائح المجتمع من الأطباء والمهندسين والمعماريين والحقوقيين ولذلك مطلوب أن تحظى المؤسسات الشريعية لهؤلاء النواب بإطار تكويني من أجل ضبط المصطلحات ورفع منسوب التفكير التشريعي فالتكوين بنظراً بأهمية تاعه ونظراً كذلك لما يحتويه دون شك سيضفي العمل التشريعي القوة وسيعطي للمؤسسة الشريعية المكانة تحلائقة أمام باقي المؤسسات وباقي الصورة التي تتضمنها الدولة ودون شك كذلك حتى النائب يحتاج إلى تسلح بالأفكار ليس كل النواب يفقهون المصطلحات القانونية التقنية ولهذا تساعد الدورات التكوينية في تحسين أداء تدخلاتهم أثناء الجلسة العامة أمام الوزراء والمسؤولين واجب للتنويه هو أنه ماهوش لازم كل سياسي يكون مختص في القانون هذا يعني تفصيل مهم جداً أنه العمل تحنو عمل سياسي ماهوش تقني العمل السياسي يطلب تكوين سياسي ويطلب توجه سياسي ولكن بالمقابل لازم يكون كائين يعني هذوك الأبجاديات انتعى الدراسة وأبجاديات التعرف على القوانين والشريعات لناقشها حتى ما يصبحش البرلمان منبر لشعبوية ومنبر فقط لإبداء آراء سياسية ولكن يكون يضم الجانبين السياسية والشريعية تسعى المؤسسة التشريعية لتقوية أداء النواب ليكون في مستوى مشاريع القوانين التي ستنزل قريباً بقبة زيغود يوسف والتي ستحدد جزءاً مهماً من مستقبل البلاد على غرار مشروع قانون الاستثمار وقانون البلدية والولاية